رعى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمق بمدينة المكلة توقيع عقد توريد أدوية كيموية وبيلوجية للربع الأول من العام الجاري بين المركز الوطني لعلاج الأورام وشركة الفواصل للتجارة العامة وشركة النور للأدوية وبكلفة إجمالية بلغت 228 مليون و363 ألف و250 ريال يمني ويأتي توقيع العقد بموجب قرار اللجنة العامة للمناقصات بالمحافظة رقم 15 لعام 2023 والقاضي بتجزئة إرساء هذه المناقصة بين كل من شركة الفواصل للتجارة وشركة النور للأدوية بحيث تكون فترة التوريد للأدوية شهرين بموجب العقدة فتدى الأمين العام العمقي على أهمية توريد الأدوية ذات الجودة والمواصفات الفنية العالية مع الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة الفنية